سلام الله عليكم وأهلا وسهلا في قناتكم وصفات لكم سعدت بلقائكم مجددا وأتمنى أن تكونوا حبيباتي بألف صحة وعفية اليوم إن شاء الله جئتكم بخلطة رائعة جدا هي لتبييد الوجه وتفتيح لون البشرة بسرعة وهي أيضا خلطة سهلة جدا خصوصا أننا في فصل الخريف تتعرض البشرة للشحوب لذا يجب الاعتناء ببشرتنا بخلطات طبيعية سهلة وبمكونات سهلة كذلك لا تأخذ منا وقتنا سوى القليل فقط لكن لها نتائج رائعة فيما يخص تبييد الوجه وتفتيح لون البشرة بسرعة وبهذا نكون قد اهتمينا واعتنينا ببشرتنا لنحصل على بشرة بيضاء خالية من كل الشوائب والتسبغات والبقاعة التاكنة بإذن الله إذن على بركة الله سنبدأ بالتعرف على مكونات خلطة طبيعي الوجه وتفتيح لون البشرة لليوم والتي سوف نحتاج فيها إلى حبة طماطم صغيرة الحجم فالطماطم كما نعلم جميعنا أن لها فائدة تجميلة عالية تغذي البشرة وتعتني بها بشكل كبير وفعال نظرا لاحتوائها على فيتامينات مضادات أكسادة كذلك ألياف غدائية لذا هنا سنستعمل الطماطم في قناع تبيض البشرة لليوم لأنها فعلا تقوم بتفتيح البشرة وتبيضها لاحتوائها على فيتامين A أو فيتامين E وفيتامين C تقوم أيضا الطماطم بقبض المسامات المفتوحة وبالتالي تقليل إفرازات الزلوط والطماطم أيضا تقضي على الحبوب والرؤوس السوداء لأنها تنظف البشرة بعمق زيادة على أنها تطهر البشرة من البكتيريا الضارة التي تسبب الالتهابات وظهور البثور كذلك هنا إذا وضعنا الطماطم على بشرتنا فهي تؤخر ظهور التجاعد وعلامات التقدم بالسن أيضا تحارب الخطوط الدقيقة بالوجه فكما يمكن وضعها على الوجه لتصفيته وتبيضه يمكننا أيضا تناولها نيئة أو تازجة فهي ستخلصكم من العديد من المشاكل الصحية التي تنعكس أيضا على مظهر الوجه والبشرة بشكل عام فإذا قمنا بتناول الطماطم النيئة نقوم بتخفيف التوتر والإجهاد كما أننا سوف نقوم بتقوية جهاز المناعة الطماطم أيضا هي تعالج فقر الدم لأنها تحتوي على نسبة مهمة من فيتامين سي والحديد كما أن الطماطم تعالج وتقتل الخلايا السرطانية في الجسم وذلك من خلال المواد المضادة للأكسادة الموجودة بها إذلك فهي تقيكم من سرطان التدي سنحتاج كذلك في خلطة اليوم لتبيض الوجه وتفتيح لون البشرة إلى نشاء الذرة ونشاء الذرة يساهم في تخليص البشرة من الجلد الميت والتي تتراكم وتسبب إسمرار بالبشرة أو السواد في الوجه كما يساعد أيضا على تشديد هذه الخلايا والحصول على بشرة نظرة وبيضاء نشاء الذرة أيضا يعمل على شد البشرة وتخليصكم من التجاعد بسرعة أما إذا كنتم لا تعانون من التجاعد فهو يفيدكم ويقيكم من علامات الشيخوخة المبكرة زيادة على كل هذا فهو له قدرة عجيبة في تبيه لون البشرة وتفتيح البقعة الدكنة التي نصاب Bi-V coupon زيادة على كل هذا فهو له قدرة عجيبة في طبيه لون البشرة وتفتيح البقاء الداكنة التي نصاب بها عند التعرض للشمس نشط دراء أيضا يعالج الحبوب والبطور ويحد من ظهورها كما ينطف مسامات البشرة بشكل عميق لتتخلص كذلك من مشاكل الرؤوس السوداء وجميع الشوائب بالوجه وهكذا حبيباتي نكون قد تعرفنا على مكونين خلطة اليوم لتبيض الوجه وتصفية البشرة نمر الآن للطريقة التي سوف نعتمد فيها على تطبيق هذه الخلطة على الوجه قبل أن نمر للطريقة أتمنى منكم حبيباتي أن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو وأن تشتركوا بالقناة إذا كنتم غير مشتركين لتتوصلوا بكل جديد من الخلطات الطبيعية المجربة والمضمونة إذن على بركة الله حبيباتي أول شيء سنقوم به سنغسل وجهنا جيدا ثم نجففه بمنديل ورقي بعد ذلك نغسل حبة الطماطم نقوم بتقطيعها إلى قطعتين كما تلاحظون نأخذ هنا نصف حبة من الطماطم نقوم بغمرها في السكر الخشن بهذا الشكل ثم نقوم بتمريرها على الوجه بحركات دائرية بهذا الشكل تقريبا لمدة 3 دقائق حتى نزيل كل القشور والخلايا الميتة التي تكون على البشرة بالخصوص أننا نلاحظ في فصل الخريف هذا تكون قشور كثيرة على البشرة لذلك يجب على الأقل وضع هذا المقشر تقريبا مرة واحدة في الأسبوع كما قلت نمررها بحركات دائرية بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ ثم نجففه ثم بعد ذلك نمر للمرحلة الثانية نأخذ النصف الثاني من الطماطم نقوم بغمره بهذا الشكل هنا في نشاء الضراء أو ما يسمى كذلك بالميزينة بهذه الطريقة هنا ضروري ترك بذور الطماطم وعدم إزالتها فهي غنية بالفيتامينات وتحسن من إنتاج الكولاجين والإلاستين بالبشرة المهمين لبشرة مشدودة وشابة دائما إذن حبيباتي بعد غمر نصف حبة من الطماطم الحبة الثانية بنشاء الضراء نقوم بدعك وجهنا بحركات دائرية تقريبا لمدة ثلاث دقائق وكلما أحسسنا أن النشاء قد داب نعيد غمرها ثانية من جديد ونكمل بهذه الطريقة بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد وفي الأخير نمرر مكعبات من الثلج أو ماء الورد المثلج على وجهنا وبهذه العملية نحاول دائما أن لا نتعرض لأشعة الشمس نكرر هذه الطريقة ثلاث مرات بالأسبوع مع عمل التقشير كما قلت مرة واحدة فقط بالأسبوع فهي كافية أي أننا سنستعمل الطماطم والنشاء على الوجه ثلاث مرات بالأسبوع أما عملية التقشير بالطماطم والسكر الخشن فمرة واحدة فقط بالأسبوع كما قلت إذا كنتم لا تتوفرون على مكونات الوصفة الأولى يمكنكم استخدام مكونات الوصفة الثانية وهي باستخدام البرتقال وهذه الخلطة صالحة أيضا لجميع أنواع البشرة تقوم بتفتيح الوجه وتبيض البشرة بسرعة وتتكون من برتقال سنحتاج فيها أيضا إلى نشاء الدرة أو ما يسمى بالمعيزينة أو يمكنكم أيضا تعويض نشاء الدرة بدقيق الأرز تأخذون القليل من الأرز تضعونه في متحنة كهربائية إلى أن يصبح على شكل دقيق ثم بعد ذلك تقومون بغربلته حتى نحصل على بودرة الأرز ناعمة وهذه البودرة هي التي سوف نستخدم في الخلطات الطبيعية الخاصة بتبيض الوجه وتفتيح لون البشرة استخدموا دقيق الأرز أيضا إذا كنتم لا تتوفرون على نشاء الدرة وقوموا بفرق الوجه لمدة 3 دقائق كذلك بنفس طريقة الطماطم والنشاء كذلك هنا يمكن استخدام الحليب المجفف مع نشاء الدرة نخلط العنصرين الجافين معا ثم نغمر نصف حبة الطماطم أو نصف حبة برتقالة ونفرق الوجه بهما يمكنكم هنا استخدام خلطة واحدة يعني حسب ما تتوفرون عليه من المكونات ضروري هنا بعد عمل هذه الخلطة تدليك الوجه بزيت اللوز الحلو فزيت اللوز الحلو فهو رائع جدا للبشرة أو يمكنكم فقط استخدام زيت الزيتون إذا كان متوفر لديكم فهذا يساعد على تنشط الدورة الدموية في الوجه ويحفز على إنتاج خلايا جديدة وإصلاح الخلايا التالفة منها كما أن تدليك الوجه بزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو كذلك يحافظ على شباب وحيوية الجلد يقيكم كذلك من الخطوط الرفيعة والتجاعد خاصة بمنطقة حول العينين والجبين زيادة على كل هذا فتدليك الوجه بزيت اللوز أو زيت الزيتون أو أي زيت مرتب للبشرة فهو يحرك الدم فيها ويحفز تدفق الدم مما يزيد من نظارة البشرة ولونها الطبيعي الوردي المشرق والذي يظهر خاصة في منطقة الخدود فبالنسبة لكيفية تدليك الوجه بهذه الزيوت فدائما تبدأون بتوزيع الزيت على كامل الوجه أولا على الرقبة ثم الوجه يعني من الأسفل إلى الأعلى يعني نبدأ بعمل حركات من الأسفل إلى الأعلى فهذه الطريقة تشد ترهولات البشرة نحاول دائما القيام بهذا التدليك من 3 إلى 5 دقائق بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ والغسول المعتاد أما بالنسبة للسيدات ذوات البشرة الدهنية فيمكنكم عمل تدليك بالوجه أو للوجه بواسطة ماء الورد أو تأخذون فقط قطعة بطاطس باردة فهذا أيضا من شأنه أن يشد بشرة الوجه ويحرك الضورة الذموية بها وبالتالي تبييدها وتفتيح لونها بسرعة إذن حبيباتي كانت هذه هي وصفاتنا لليوم لإزالة التجعيد وكذلك تبييد البشرة ومنحها النظارة وإزالة الشحوب وتغذيتها هذه الوصفة صالحة لجميع أنواع البشرة وبالخصوص أننا في فصل الخريف فالبشرة تحتاج إلى عناية مركزة لحمايتها وتغذيتها كذلك إذن إلى هنا نكون قد أنهينا فيديو اليوم أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم وأتمنى منكم حبيباتي إذا أعجبتكم هذه الوصفة لا تنسوا دعمي وذلك بالتغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أما إذا كنتم من الزوار والزائرات الجدد فأهلا وسهلا بكم يسعدني انضمامكم وذلك عبر التغط على زر اشتراك أو سبسكرايب مع تفعيل الجرس الصغير كذلك حتى تتوصلوا بكل الخلطات والوصفات التي أقوم بتنزيلها يوميا أما إذا كان لديكم أي سؤال أو تريدون أي وصفة معينة فلا تترددوا اكتبوا لي في صندوق التعليقات إن شاء الله سوف أجيبكم وألبي طلبكم بكل سرور هذه الوصفة هي أصلا طلب من بعض المتتبعات لذا قررت اليوم أن أتشاركها معكم إذن حبيباتي إلى هنا نكون قد أنتهينا من فيديو اليوم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته